اهلا بكم الى موجز اخبار الان قالت كارلا ديل بونتيا العضو في لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة بشأن سوريا قالت ان اللجنة جمعت ادلة كافية لادانة رئيس النظام السوري بشار الاسد في جرائم حرب وكانت بونتي قد اعلنت الاسبوع الفائت انها ستترك منصبها بسبب تقاعس مجلس الامن عن متابعة عمل اللجنة وتشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكنها ان تجري محاكمات تتعلق بمجرمي الحرب وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان وقوع خمس هجمات بالاسلحة الكيموية في سوريا جميعها وقعت في دمشق وريفها ونفذتها قوات النظام واضح تقرير الشبكة ان النظام لم يتوقف عن استخدام الاسلحة الكيموية بعد قصف الولايات المتحدة مطار الاشعيرات العسكري اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي شنه اليوم على القوات الامريكية التي تساند الجيش العراقي شمال البلاد بحسب بيان نشره على الانترنت وكان الجيش الامريكي اعلن في وقت سابق اليوم عن قتل اثنين من جنوده واصابة خمسة اخرين في عمليات قتالية وقعت شرقة العفر التي لا تزال تحت احتلال التنظيم توصلت دراسة اجرها كل من مركز مكافحات الارهاب في ويست بوينت وجامعة ييل الامريكية توصلوا الى ان غالبية الانتحاريين الذين تستخدمهم جماعة بوكو حرام النيجيرية هم نساء واطفال وقام البحثون في تحليل الهجمات التي نفذتها او نفذها مقاتل بوكو حرام في نيجيريا منذ سنة الفين واحدى عشر ووجدوا ان ما لا يقل عن مائتين واربعة واربعين هجوما من اصل ثلاثمائة وثمانية وثلاثين شنتها نساء بعثت الدول العربية المقاطعة لقطر خطابا الى وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون تطمئنه فيها بانها لن تعاقب الشركات الامريكية العاملة معها والتي تعمل في ذات الوقت مع الدوحة ووفقا لمصدر مطلع فان الدول الاربع قالت انها تثمن علاقاتها مع الشركات الامريكية وتنوي المحافظة عليها اعلنت منظمة اطباء بلا حدود تعليق انشطة سفينتها التي تتولى من خلالها اغاثة المهاجرين في البحر الابيض المتوسط اطرى الحظر الذي فرضته البحرية الليبية على السفون الاجنبية وتعد السفينة هي الاكبر بين سفون المنظمات غير الحكومية الناشطة قبالة السواحل الليبية ونقلت حتى نهاية ايار مايو 1500 شخص قررت نيابة العامة المصرية حفص سائقية القطارين الذين صدم في مدينة الاسكندرية الساحلية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وكان الحادث وقع الجمعة الماضي واسفر عن مقتل 49 شخصا الى اللقاء اشتركوا في القناة